مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة توب انفورميشن ماذا يحدث لجسمك عند تناول الصلطة كل يوم تعتبر الصلطة أحد أهم الأطباق المرافقة لوجبات الغداء والعشاء وتمثل وجبة صحية لاحتوائها على مجموعة متنوعة من الخضار التي توفر الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وفيما يلي سنذكر تأثيرات لتناول الصلطة يوميا على صحة الإنسان الحصول على حصة أكبر من الألياف يعد تناول الخضار والفواكه النيئة طريقة رائعة لدمج المزيد من الألياف في نظام الغذاء وهذا يشمل الخضار الورقية عندما تقوم بتضمين الألياف في نظامك الغذاء اليومي فإنك تقي نفسك من السمنة ومرض السكر من النوع الثاني وكذلك تعزيز عملية الهضم الصحية كما يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في الخضروات أيضا في إدارة نسبة الكروسترول في الدم زيادة العناصر الغذائية المفيدة الخضار مليئة بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك بما في ذلك الفيتامينات المضادة للأكسادة A و C والبوتاسيوم ومجموعة من المغذيات النباتية وهي مركبات نباتية طبيعية يمكن أن تساعد في الوقاية من الأمراض ومكافحتها ويوصي الخبراء بتناول نصف طبق من الصلطة على وجبتي الغذاء والعشاء استهلاك المزيد من السعرات الحرارية والدهون على الرغم من أن الصلطة مليئة بالألياف والمواد المغذية التي يحتاجها جسمنا فمن المهم ملاحظة أن تناول الصلطة بانتظام قد يؤدي أحيانا إلى بعض الآثار الجانبية غير المرغوف فيها أيضا حيث أوجدت دراسة حديثة أن مستهلكي الصلطة المنتظمين أظهروا أيضا زيادة في استهلاك الصوديوم والدهون والسكر والحبوب المكررة قد تشعر بالجوع وقليل من عدم الرضا على الرغم من أن الصلطة يمكن أن تكون غنية بالسعرات الحرارية فمن المهم أيضا التأكد من حصولك على ما يكفي من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية في وجبتك إذا كنت تتناول الصلطة مع القليل من العناصر الغذائية أو السعرات الحرارية أو البروتينات فقد تشعر بالجوع بسرعة بعد ذلك قد تشعر بمزيد من الانتفاخ يمكن أن تكون السلطة والخضروات النيئة رائعة لتنظيم الهضم والحصول على العناصر الغذائية المفيدة على الجانب الآخر ووفقا للخبراء يمكن أن يؤدي تناول السلطة يوميا إلى شعور بعض الأفراد بالانتفاخ لأن الكثير من الخضار النيئة والخشنة قد يصعب هضمها في دراسة حديثة لأمراض الجهاز الهضمي تبين أن الخس يمكن أن يسبب الانتفاخ إما بسبب زيادة الغازات من خلال التخمير في الأمعاء أو تقلصات جدار البطن وهكذا أعزائي أنهينا لكم ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلطة كل يوم إذا أعجبكم الفيديو من قناة توب انفورميشن لا تنسى بدعمنا بلايك واشتراك في القناة لكي يصلك كل ما هو جديد دمتم برعاية الله اشترك بالقناة ليصلك مثل هذه الفوائد النافعة إن شاء الله